وبناءً عليها قبل بقى بناءً عليه دي ات عشان هكلمك على الحراس اللي انت شايفهم المفرودي وموجودين في المنتخب المعسكر اللي جاي اول هم من دلوقتي بقى كده هنكمل الاهلي تقلق مصطفى الشبير مين تاني متقلق في الدوري شايف ان هم الاربع حراس اللي مفرودي وموجودين في المنتخب الفترة اللي جاي الاربع حراس انا يعني اعتقد ودحقه مش بنجمله فيه حد ولا ولا انا كأسامة ولا كابتن حسام ولا جهاز منتخب ان عبدت محمد الشناوي تلاهم سليم مية في المية عبدت محمد الشناوي وتواجده مع منتخب مصر في الفترة القادمة ان ده قائد ولعيب كبير وعنده من الخبرات اللي تسمح لي انه يكون موجود مع المنتخب في الفترة القادمة ادي محمد الشناوي مصطفى شبير واحنا اتكلمنا في الكلام ده خلي بالك ومن بدري اما احنا قلنا وده من التصرحات اللي احنا اسمعناها اللي كان فيها لغة مع كابتن حسام الفترة اللي فاتت دي قلنا من بدري قلنا ليه لا أن يكون مصطفى شوبير ويكون محمد الشيناوي حارسين والاتنين موجودين مع منتخب مصر الأول الحارس الثالث أنا شايفه من حقه دلوقتي محمود جاد يكون موجود من ضمن اختيارات المنتخب الأول في الفترة الحالية محمد صبحي طبعا بعيد بقاله فترة إصابة في إصابة ما بيلعبش إنما دلوقتي محمد عوادي اللي موجود وبيلعب نائركم فترة الحالية أتمنى أنه يكون واحد من الناس اللي هتحقق بطولة ويكون موجود مع المنتخب أحمد الشيناوي لو كان موجود كان يخش هو ولا يخش عواد لو أحمد الشيناوي كان موجود في الحسابات بتاعتهم بتهيئة لأحمد الشيناوي من حراس الكبار اللي ليها ستايل وليها رصيد كبير إنما أنا حكيت معاك قبل كده أن أنا كمدرب كأسامة يعني يوم ما هاخد قرار أن أنا عايز أجيب أحمد الشيناوي لازم أعود معاه الأول لازم أعود معاه واتكلم معاه وقاعد فيها صراحة كبيرة أنت عايز إيه في الفترة القادمة من كرة القبر أنت هتبقى عايز تبقى أحمد الشيناوي اللي الناس شافته من عشر سنين فاتت في بدايتها مع المنتخب الأول ومع نادي الزمالك وقبلها كان مع نادي المصري من وهو أنت لسه شاب صغير ولا أنت أحمد الشيناوي اللي للوقتي خلاص الكرة بالنسبة لك آه أنت بتأدي بشكل مش هنقدر نقول مية في المية إنما بتأدي بشكل معقول معاك في النادي كبير بتلعب في النادي محترم إنما في الآخر أنت إعادة حساباتك شكلها إيه لو ده تم من جهاز منتخب مصر هيبقى القاعدة هنا بتوسع عند كابتن حسن حسن في اختيراته المهدي سليمان كان ليه دور في المعاصقة الأخيرة تتوقعي بل ليه دور في المعاصقة اللي جاي آه والله بص أنا المهدي سليمان جن محترم جدا بلعب في النادي كبير نادي الاتحاد وكان ليه كان ترتيبه هو اللي بعد محمد أبو جبل بس أنا أما أجي أختار أما أجي أختار بالشكل كبير هيبقى حارسين كبار وحارسين صغيرين لإني أنا النهاردة ما ببصش ليه المعاصكر بتاع شهر ستة اللي جاي ولا مباراة بروكين وفاستوة ولا تجمع المنتخب القادم أنا ما ببص دايما على أنا هروح ألعب كاسعالم هلعب كاسعالم دي أنا محتاج مين من الحراس دي الصغيرين اللي يكونوا يكتسبوا الخبرات الدولية والخبرات اللي يكونوا موجودين في المنتخب الأول فالنهاردة أقرب حد يعني لو محمد صبح اللي بيلعب أنا كنت قلت لك التلات حراس دول بالترتيب كده مصطفى شبير ومحمد صبح ومحمود جاد مع محمد الشناوي ومن غير ما هفكر لو أنا موجود والتلاتة دول بيلعبوا في الدورة بصفة مستمرة لأ كان هيبقى داك قرار أن محمد الشناوي هو الوحيد للحارس الكبير واحد التلات حراس الصغيرين دول يكونوا موجودين مع المنتخب الأول حيث